مريم تقول هل يجوز للرجل أن يلبس الخاتم المطل بالذهب أخت الفاضلة النبي عليه الصلاة والسلام رفع الحرير والذهب فقال هذان حلال على إناث أمتي حرام على ذكورها فالذهب والحرير محرم على الرجال مباح للنساء وبالنسبة لقضية الطلال إذا كان الخاتم مطل بالذهب فلو حكم الذهب في أصح قولي أهل المهو قول الجماهير على أنه لا يجوز التختم بالذهب ولا بما طلي به وبعض الفقه يتكلم على الذهب اليسير إذا كان موجودا لكن يبتعد الرجل عن الذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد رجل خاتم من ذهب فغضب وأخذه ونزعه وألقاه في التراب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فذهب الرسول فقيل الرجل خذ خاتمك تمتع به يعني بيعها بيع قال لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل لزوجك يا أخت الفاضلة إذا كان لك زوج طبعا إذا كنت ذات بعل يتختم بالفضة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفضة قال العبوا بها يعني البسوها ولباس الرجل للفضة الخاتم أما يرأي حطر السوار كالنسة لا أو قلادة لا هذا ما يجوز محرم وإنما المقصود به الخاتم ترجمة نانسي قنقر